موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا واسلام بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد صناعة التمويل الإسلامي من أكثر الصناعات المالية نموا في العالم تحقق في بعض الأسواق معدل نمو برقمين مع مستقبل يعيد بمزيد من الازدهار والتوسع ومع أن هذا النمو يتوزع بشكل غير متكافئ على قطاعات المالية الإسلامية بحيث أن للبنوك الإسلامية منه نصيب الأوفر يتجسد رقميا في متوسط سنوي يصل إلى نحو 17% ومجموع أصول يتجاوز 2 تريليون دولار بعد 40 سنة من العمل المالي أو تجربة المعاملات الإسلامية تبدو هذه الصناعة رغم كل ذلك في بداياتها إذ لا تتعدى نسبة 1% من مجموع المعاملات المالية عالميا ولا زالت تحكي المالية التقليدية خاصة في النموذج البنكي المتبع اليوم مع افتتاح ندوة في جامعة وكشوت عن المالية الإسلامية عن أفاق المالية الإسلامية وواقعها وأفاق تطورها ما هي إذن أفاق المالية الإسلامية في موريتانيا وكيف ستواجه التحديات التي تفرضها السوق المعاملات المالية الدولية معنا الحديث عن هذا الموضوع دكتور صوفي واللشيباني منسق مشروع ماستر المالية الإسلامية في جامعة وكشوت دكتور صوفي أهلاً واسلام أهلاً منك شكراً في البداية لوضعتنا في صورة الندوة التي عقدت اليوم أبرز الأوراق التي طرحت فيها وأبرز مضامين هذه الندوة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ماستر المالية الإسلامية في جامعة وكشوت العصرية هي شعبة للتكوين في هذا الحقل أنشئت سنة 2014-2015 وخرجت بعض طلابها وهذا النشاط اليوم يندرج من أنشطتها متعلقة بمحاولة تحسين نوع التكوين في هذا الحقل وكان يتعلق النشاط اليوم كان يتعلق بتقييم تجربة المالية الإسلامية في موريتانيا بالصورة العامة سواء ما يتعلق منها بالجانب الأكاديمي أو ما يتعلق بالجانب المهني الميداني وقدمت فيها كانت فرصة لتلاقي بين الفائلين في الحقل على هذين الصعيدين أقصد المدرسين في الميدان والباحثين والاستشاريين وكذلك أصحاب البنوك وهيئة تمويل الأصدر العاملة في الميدان كل يعرض تجربته وتقييمه لواقع المالية الإسلامية والعقبات التي تواجهها بهذه الصناعة وأيضا محاولة الخروج برؤية فيما يتعلق بإمكانية تذليل الصعاب التي تواجهها قدمت خلال اليوم التعليمي الذي نظامناه اليوم أدت ورقات بعضها يتعلق بالمالية الإسلامية التطورها وأهميتها على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي وبعضها يتعلق بواقع تدريس المالية الإسلامية على مستوى البلد والعقبات التي تواجه ذلك والبعض الآخر يتعلق بتجارب بعض المؤسسات المالية العاملة في الميدان نعم إذن ننتقل إلى موضوع بعد تقريبا 40 سنة من تجربة المعاملات المالية الإسلامية لا تزال في بدايتها ولا تزال تمثل نسبة ضائلة مجموعة المعاملات العامة برأيك لماذا لا تزال تتقدم بخطوات محدودة وقليلة بالمقارنة مع الأرقام سوق المعاملات المالية الدولية هو كما قلت أنت في مقدمتك هي تتقدم بخطاء متسارع ومعادلات نمو كبيرة جدا نسبيا مقارنة مع غيرها لكن حجمها على الصعيد الدولي بصورة عامة مازال كنسبة مئوية محدود رغم أنها كما قلت في التساع متواصل وهذا طبيعي يعود لحجم الأصول المالية للمتعاملين في هذا الحقل وهو أيضا حقل أوازاء الأسواق المالية والنقطية منذ عقود قليلة وليس من السهل أن ينجح بسهولة في أن يتبع موقعا في الصدار وعلى كل حال هو يسير بخطاء أعتقد أنها خطاء لدى الجميع يعتبر أنها خطاء كبيرة جدا نسبية مقارنة ما تقيمك لواقع وأفاق المعاملات المالية الإسلامية في موريتانيا؟ نلاحظ منذ سنوات أن هناك نوافذ خاصة بالمعاملات الإسلامية في البنوك بعض البنوك الوطنية ولكن هذه التجارب فيما نسمع من بعض الزبناء وبعض المختصين لا تزال في بدايتها ولا تزال أيضا تعتريها بعض المشاكل والتحديات الحديث عن واقع المالية الإسلامية في موريتانيا وخاصة على المستوى المصرفي لا بد أن نشير أن اليوم تقريبا كل المؤسسات المصرفية في البلاد تتعاطى هذه الصناعة إما كليا كمصرف إسلامي وإما جزئيا كمصرف ليست إسلامية ولكنها لديها فروع أو نوافذ تمنح وتقدم الخدمات التمويلية الإسلامية وهذا يندل على شيء فإنما يدل على أن هذه الصناعة المالية الحديثة اقتحمت النشاط المصرفي في البلد بصورة عامة وفرضت نفسها وفرضت لها مكانة وحصة معتبرة في السوق المحلي وذلك يظهر أيضا من خلال عدد البنوك الإسلامية مقارنة مع عدد الكل البنوك لدينا في البلد قرابة 7 بنوك إسلامية نضمن حوالي 17-40 أيضا حجم المعاملات في البنوك الإسلامية يقترب من 25% إلى 30% من مجموعة تعاملات المصرف المستوى البطني أيضا المستوى الدخارات ودائع هذه البنوك وقروضها كل ذلك في نمو ويشكله نسبة معتبرة من حجم الأصول المالية للبنوك المستوى الوطني وهذا يعطي فكرة أن السرعة التي تنمو بها الصناعة المالية الإسلامية في البلد هي سرعة كبيرة نسبيا وأن إذا استمرت على هذه الوطنة فخلال سنوات قليلة ستكون لها مكانة محتبرة في الساحة الوطنية ولكن هناك ملاحظات وجهت إلى هذه التجارب سواء منها ما تعلق بالنافذ النوافذ الإسلامية أو حتى البنوك التي قامت على أساس أنها بنوك إسلامية أو تتبنى المعاملات الإسلامية المصرفية ملاحظات تتعلق بعدم التزامها بالمعايير المعاملات الشرعية الإسلامية وإنما تخلط بينها استقطابا أو ضمانا لاستقطاب جميع الزبائن إذا تكلمنا عن ما يسمى معاملة إسلامية فأي معاملة إسلامية لا تخلطه بين ما هو مباح وبين ما هو غير مباح والبنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا صحيح الصيضة الأكثر تداول وهي الصيضة المرافع هذه لا يتم تعاطيها على النحو الفني للصيضة كما هو وإنما يتم تعاطيها بشكل تقريبي ولعل هذا هو الإشكال الذي ما زالت تواجهه البنوك الإسلامية لأنها حاولت أن تخرج من دائرة الربا ولكنها لم تطبق المرابحة كما هي ولذلك أصبح الكثير من الناس الذين لا يفهمون هذا الموضوع على حقيقته يقولون أنهم لا يجدون فرقا بين المرابحة في جوهرها وبين تعاون القروض التي تمنحها البنوك الربوية المشكلة أعتقد أن المشكلة الأساسية في هذا هو أن البنوك الإسلامية أو البنوك التي تتحول إلى بنوك إسلامية هذه على عجل تتخذ خطوات على عجل بالتحول ولا تتوفر على ربما الكادر البشري الكافي الذي يمكنها من تطبيق الصياد الإسلامي كما هي كذلك ربما البيئة أيضا التي تعمل فيها وشدة المنافسة التي تواجهها من السوق التقليدي للبنوك تجعلها تتخير في الصيادة الأقرب الأقل تكلف الأسل وبالتالي لا تتعب نفسها في محاولة التنفيذ الدقيق للصيادة الإسلامية وعلى كل حال هي لا تتعطرب الآليات التمويل الإسلامي كما هي في المالية الإسلامية لا تزال كما ذكر بعض المختصين لا تزال محدودة وتقليدية برأيك لماذا لا تزال تقتصر على المرابحة وعلى المضاربة والمشاركة وغيرها من آليات التمويل وبالتالي بقيت محصورة جدا في مجالات محدودة لماذا برأيك؟ هو على خلاف ما قلتم منتجات المالية الإسلامية متعددة وكثيرة وتتسع باستمرار فهي لا تشمل فقط المرابحة والمضاربة وإن كانت المرابحة كما قلت هي الطاضية وإنما تشمل الصيادة أخرى عديدة فإذا تحدثنا مثلا عن السكوك فهذه أداة تمويلية فعالة لا يتم تعطيها من طرف الدول الإسلامية فقط وإنما يتم تعطيها للصعيد العالمي وهي أداة تمويلية تصروح لتمويل المشاريع العمومية والمشاريع الخصوصية وتمويل حتى ميزانية الدولة العجز الذي يحصل في ميزانية الدولة وبالتالي هي أكثر فعالية أكثر فعالية من أدوات التمويل التقليدية كذلك يتكلمنا عن الإيجارة بأنواعها يتكلمنا عن المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك فهذه كلها صيادة فعالة جدا يتكلمنا عن السلم يتكلمنا عن الاستصناع فالحقيقة هناك مجموعة كبيرة من الأدوات ذات الكفاءة يقول العالية ويتحمل مسؤولية ما أقول إذا تم فهمها وتطبيقها على النحو المطب ما تقيمك لأداء مؤسسات التعليم عفوا مؤسسات تمويل أو لنقول المؤسسات البنكية أو المؤسسات التي تقوم بمعاملات أو تنفذ تمويلات مالية بالصيغة الإسلامية تقيمك لنشاطها ومستوى تعطيها مع هذا الموضوع أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال ينبضي أن نتوقف عند إشكال كبير تواجهه الصناعة المالية الإسلامية هو أن الذين يقتحمون هذا الميدان كمؤسات مالية ربما أو أكثرهم لا يوجد لديه المستوى الكافي من الواعي بأن هذه الصناعة هي رسالة وليست مجرد السعي إلى تحقيق ربح عمل تجاري السعي إلى تحقيق ربح تعظيم المنافع المالية إنما هو جزء من رسالة الأعام للمؤسسات المالية الإسلامية وبالتالي إذا تم فهمها على أنها مجرد عملية مجرد مؤسسات لتحقيق أرباح فتجد نفسها فقط تتعامل في ظل منافسة معينة تحاول أن تحقق أقصى ما يمكننا ربح وهذا تتسبب عنه بعض الأخطاء وبعض الثغرات التي تشوش على الصورة العامة لأداء المؤسسات المالية الإسلامية أما لو فهمت أنها لديها رسالة أن من مهمتها السعي والمساهمة في تطوير في تطوير المنتجات المالية الإسلامية أن من مهمتها المساهمة والاستثمار بمجال تكييف وابتكار المنتجات المالية الإسلامية أعتقد أنها لو فكرت كثيرا وكانت مستعدة للتحرك في هذا المجال لا استطاعت التغلب على الكثير من النواقص والثارات التي ما زالت تواجهة أيضا يمكن أن نقول أنها أولا هناك شجاعة لا بد أن نحييها شجاعة لدى أصحاب روس المال البطنية أنهم اختحموا هذا الميدان وأنهم مثلا حسموا الأمر وقرروا أنهم سيستثمروا أمارهم في قصة الشرعجية حيث أنه من 2011 إلى الآن تقريبا كل البنوك التي تنشعوا في البلاد هي البنوك إسلامي وبالتالي هذا هذا معشر واضح دلالة إذن هذه الشجاعة الحقيقة ونحن حجي عليها الصحاب رؤوس المال الوطنية لكن ما زالتنا لك بعض النواقص الكبيرة التي نأمل أن يتغلبوا عليها مع الله هناك ما تحدث عن غياب غطاء قانوني أو لنقول الجانب قانوني الذي يؤسس لهذه الصناعة ويحدد آلياتها ويضبطها بشكل قانوني محدد صح وهذا واحدة أيضا من الإشكالات الكبيرة التي تواجه هذه المؤسسات المال هي المشكلة أنها مؤسسات تنشعوا عادة في بيئة غير مواتية بيئة بيئة مسرفية وبيئة قانونية تقليدية بالمعنى الاقتصادي معناها مثلا البنك المركزي لديه قوانين ولديه أنظمة تسير البنوك تسير البنوك فهذه مبنية على أسعار الفائدة وعلى السياسة النقدية العالمية بصرعة عامة وبالتالي إذا جاءت البنوك الإسلامية تجد أنفسها داخل على وضع القواعد التي تحكمه لا تتناسبه مع طبيعتها فالبنوك المركزية إذا لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتخلق بيئة قانونية تنظيمية تستجيب لطبيعة وإحتياجات البنوك الإسلامية فإنها تبقى معلقة وتبقى تواجه وتحديات كبيرة وهذا واحد من المشاكل التي تجعلها مضطربة في أداءها لأن رغم الجهود التي يبدأ البنك المركزي ورغم أنه بصدد بعض الخطوات المهمة في الاتجاه إلى الآن مفاتعات فيما قانون خاص بالبنوك الإسلامية يقابل بعين الاعتبار وضعيتها وأنها لا بد أن تكون لها ولا بد أن تكون لها ولا بد أن تكون لها مراعاة خصوصيتها هي الحقيقة هي ليست كالبنوك التقليدي لأن البنوك الإسلامية تمارس البيع والشراء البنوك التقليدي لا تمارس البيع والشراء في الحال الآتي إنما تمنح القروض البنوك الإسلامية لا تمنح القروض إلا القرض الحسن أي السلف لا القرض الحسن الذي لاpoke إليه معدل فايدة إنما لكن البنوك الإسلامية تقوم بالبيع البيع والشراء والشراء وهو Houbtali إذا كان لديك ب Freddieさ تقوم بعمليات البيع والشراء فbedingt عليك أن تأخذ بعين الاعتبار الضبيعات لأن تعاملها كبنوك تتاجر فقط في النقود. مثل البيض. هذا إشكال كبير. عدم مراحاته تؤثر البنوك الإسلامية. وهي اللي تجعلها تنحو بمعاملات ملح البنوك تقليدية لكي تستطيع أن تواكب الحالة. لأن طبيعة ظروفها ما فات تنقض وتقبال. بعين الاعتبار عن نحو المطلوب. يقير بعد كثير من الدول. وعادت على أن هذا القطاع مهم. وعلى أنه إياك تجبر منه الفوائد. المرجوة تنقض بعين الاعتبار خصوصيته. وتهيئه البيئة التنظيمية والقانونية. اللي تجد تساعد في تطوره. وظاهرة عن موريتاني. سهيرة في ذلك الاتجاه. نعم. سنأخذ فاصل قصير. مشاهدين كرام بقوم معنا بداية الفاصل. لنواصل الحديث عن المالية الإسلامية. التحديات والآفاق. اشتركوا في القناة. أنها تضع خدماتها بين أيديهم. تقنيات عالية في التصوير. في المونتاج. في الإخراج. وفي الغرافيكس. معدات وآليات متطورة. بالغة الجودة والدقة. فنيون مختصون في مختلف المجالات. وصحفيون أكفاء. لإعلاناتكم ورعاياتكم. وتغطيات نشاطاتكم. يرجى الاتصال على الأرقام التالية. المرابطون قناتك الأولى في وطنك. موسيقى 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 مشاهدين كرام. أهلاً واسهلاً بكم معنا من جديد. فيديو الثاني من برنامج المشهد. والذي نخصصه بالحديث عن آفاق وتحديات المالية الإسلامية. على ضوء الندوة التي عقدتها جامعة نوكشوت اليوم. حول المالية الإسلامية. معنا الدكتور صوفي الشيباني. منسق مشروع ماستر المالية الإسلامية في جامعة نوكشوت. دكتور صوفي ما مدى توفر الرقابة الشرعية والقانونية داخل هذه البنوك والمؤسسات. حتى تضبط عملية هذه العملية لتوافق القوانين الموريتانية وليتوافق أيضاً مقتضيات الشريعة وما يعلن للزبون عنها. بصورة عامة ينبادل كل مؤسسة مالية الإسلامية تكون لها هيئة رقابة الشرعية. تعرض عليها كل المعاملات التي تقوم بهذه المؤسسة. وليترى مدى تطابقها مع مقتضيات الشرع الإسلامية. هذا هو المبدأ. وفي الآوان الأخيرة أصبحت البنوك تسير في هذا الاتجاه وتتبنى. كل تقليل البنك لديها هيئة رقابة الشرعية. كان في الماضي يكون لديهم مستشار شرعي. ولكن الآن كلهم البنوك الإسلامية لديها هيئة رقابة شرعية. مهمتها هي تقديم الفتوى فيما يتعلق بمدى السلامة الشرعية للمعاملات التي ينجزها البنك. نعم. هل هناك كما تعلم أسئلة تطرح كثيرا عن المالية الإسلامية هل هي فعلا قادرة على مواكبة حركية السوق الحالية وحجم الاستثمارات وحجم الأموال واتجارة النقدية وغيرها من الألوان الاستثمارات المالية. هناك من يقول أن المالية الإسلامية لا تزال غير قادرة على مواكبة هذه الصناعة المالية وعلى حجم الاستثمارات المالية. وبالتالي هي بالضرورة جزء فقط من النظام المالي ولا يمكن أن تكون نظاما بديلا عن النظام النقدية الدولي. هو إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المالية الإسلامية كلما حدثت أزمة في النظام رأس مال العالمي يتجه أصحابه إلى المعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية إذا أخذنا ذلك بالاعتبار لا يمكن أن نقول أن المالية الإسلامية لا تشكل بديلا. على العكس هي تشكل بديلا. وهذا البديل لا أقول لكلام نظريه إنما هو عملي اليوم يعني الدول الأربية والبنوك الأربية وكلهم يتعاطون بهذه الأدوات المطابقة للشريعة الإسلامية. هم يتعاملون معها كنوع من أنواع المعاملات المالية ولكن ليس بالضرورة صالحة إلى الاعتماد بشكل كامل. هذا هو وجه العالمي. هم يتعاملون معها لأنهم يرون فيها ببعض الأحيان أنها أقل مخاطر أقل مخاطر وبعض الأحيان تكون أكثر وتوفروا ملاذا وبعض الأحيان أيضا توفروا عائدات مردودية أكبر والأزمات التي تتعرض لها الاقتصاد الريبولي الذي يقوم على السعر الفائدة لا تتعرض له البنوك الإسلامي لأنها بمعزن عن ذلك بل معاملات المالية الإسلامية. البنوك الإسلامية تقوم على الاقتصاد الحقيقي لا تقوم على الاقتصاد الوهمي لا تقوم على المضربات إنما تقوم على عمليات تتم على الاقتصاد الحقيقي معناها على السلع والخدمات وبالتالي إذا كان هناك ربح فهو ربح ناتج عن نشاط اقتصادي معين أما في الاقتصاد التقليدي فليست بالضرورة أن يكون ذلك الربح ناتج عن نشاط حقيقي وإنما قد يكون عبارة عن مضاربات تؤدي إلى نمو المديونيات وبالتالي نكون أمام خلل كبير بين الاقتصاد الحقيقي وحجم النقود بمعنى الدولون بصورة عامة وبالتالي القول بأن المالية الإسلامية لا تشكل بديل أعتقد أنه لم يعد مطرحا بالنسبة للذين يعملون في هذا الميدان سواء من داخل الدول الإسلامية أو خارجها صحيح هي لم تستطع إلى الآن أن تصل بمستوى من حيث الحجم ومن حيث الانتشار لأن تكون بديل لكن هي من ناحية الفنية وهي من حيث السرعة النسبية في انتشارها ومن حيث تقبلها ومن حيث حجم المخاطر فيها هي قابلة لأن تشكلها شرط إلى تقبل المالية الإسلامية ومستوى انتشارها هل ترى أن البيئة الموريتانية بشكل عام اقتصاد تقليدي ومجتمع فقير ومتعود على التجارة بشكل عام كأبرز نشاط الاقتصادي إلىها هل ترى أن النظام المالية الإسلامية أنسب للبيئة الموريتانية أكثر من غيره من بلا شك بلا شك لأنها إذا بحثنا في الأسباب التي أدت إلى هذا النمو السريع الذي تكلمنا عنه المالية الإسلامية في موريتاني نجد أن مصدره يتعلق بطالبي الخدمات الزبون الزبون لم يكن مصدره متعلق برابة وإرادة الذين يعرضون الخدمات المالية الإسلامية وإنما نتيجة للوعي الذي انتشر في حوالي أقضى من الزمن إلى حوالي أقضى نصف لدى الموريتانيين أصبح يتنامى بسرعة الوعي لديهم بأهمية لجوء إلى الخدمات المالية الإسلامية والفرار من الرباء فطبيعي على أن البنوك والمستثمرين عموما عندما يرون أن الطلب يكثر على نشاط معين يتحولون إليه وهذه قاعدة عموما في الاقتصاد وبالتالي هذا النمو الذين اشهدوا المالية الإسلامية كان مرتبطا بالطلبة على خدماتها ولذلك تجد بنوك غير إسلامية لها نوافذ ما معنى أن تكون لها نوافذ هي هذا الأصلي لست بنوك إسلامي الطابع العام على نشاطها ليس متقيدا بالضوابط الشرعية إنما فتحت نوافذ أو فروق التي تستجيب لطالب معين لتحافظ على حصتيها في السوق ولذلك البيئة الموريتانية هي بيئة مناسبة لأن المجتمع الموريتاني عموما الحمد لله عاد في الفترة لديه وحي متنامي بأهمية خطورة الرباء وبأهمية الابتعاد عنه وبالتالي أعتقد أن اليوم إذا جرينا استطلاع داخل فراد الشعب الموريتاني الذين يستعدنوا للتعامل بالرباء والذين اللجل يستعدنوا للتعامل بالرباء إذا وجدت أن الأربية الساحقة لا تريدون أن تتعامل بالرباء وبالتالي طبيعي جدا أن تتبع البنوك للغالبية الأرمانية ولكن نتكمان علامة لا يزال لجوء البنوك والتعامل معها قليلا في موريتانيا وبالتالي وحتى ألوان المعاملات المالية لا تزال في الغالب تتعلق بالإيداع ما هو القليل والكثير؟ لا قارنوا بالفترة الزمنية إذا تكلم عن ظاهرة انتشرت من حوالي أقل من عشر عيمان خرص معدل نموها ومعدل انتشارها حجم تعاملاتها خلال الفترة الزمنية مقارنة مع عقود للبنوك التغريدية السابقة التي تتتقل فيها لأن لا يمكننا أن تقارن حجمها بحجم البنوك التي لها عقودها تتتقل والتي تتقل المالية في بيئة كما قلت بيئة وطنية وبيئة دولية مناسبة لكن سرأة تنامي المعاملات المالية الإسلامية تدل على أنها مستقبل أمامها وعد هناك الحديث الرسمي عن سعي لإنشاء سوق للأوراق المالية وغيرها من المشاريع في هذا الصدد هل ترى أن مثل هذه المشاريع لها أرضية اقتصادية صلبة على صحيح الوطني؟ هذا بالضبط يؤكد ما كنت أقوله لو لم تكن المالية الإسلامية وصلت من الأهمية ولديها مستقبل كبير لما فكرها البنك المركزي في إنشاء سوق نقضية وهو كان قبل أيام نظام نشاطا حول المالية الإسلامية البحث فيه كيفية إمكانية إنشاء سوق نقضية إسلامية وقبل ذلك فكروا في إنشاء سوق مالية وهم بصدد فعلا تطوير مشاريع في هذا الاتجاه لو لم تكن الصناعة المالية الإسلامية وصلت للمستوى الذي يبرل ذلك لما تجه المركزي هذا الاتجاه نعم أستاذ دكتور صوفي لشيبان شكرا لك عن مشاركة في هذه الحلقة انتهى وقتين شاهدك راما أقول لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة من المشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة